الأستاذة الدكتورة كريمة نوماس المدني أستاذة في قسم اللغة العربية في جامعة كربلاء في كلية التربية للعلوم الإنسانية حصلت على شهادة الدكتورة برسالتها الموسومة الرسائل المشرقية الفنية في القرن الثامن بالهجرة دراسة أسلوبية تسنمت العديد من المناصب وهي الآن تشغل مدير تحرير مجلة الباحث العلمية في كلية التربية لها الكثير من البحوث والمقالات المنشورة والمؤلفات الكثيرة فلتتفضل بإلقاء ملخص بحثها مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليشرحني أن أكون من المشاركين بهذا المؤتمر القيم المتميز من نوعه مؤتمر أسبوع الإمامة والشكر كل الشكر مع كل الامتنان والدعوات للقائمين على هذا المؤتمر أسبوع الإمامة المتميز المقدس الذي أقامته الجهود الخيرة طيباً حفظكم الله جميعاً وأقامكم مستمرين على هذه المؤتمرات وإحياء ذكر آل بيت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين عنوان بحثي مركزية الخطاب عند الإمامين العسكريين عليهم السلام تقوم فكرة البحث على مصطلحي المركز والهامش في الحقول المعرفية المتنوعة هما مصطلحان متعدداء المفاهيم دخل في الحقل الرياضي وثم انتقل إلى الحقل السياسي والديني والاجتماعي ثم استقر في الحقل الأجبي فكرة البحث تريد أن تقدم أن أحاديث الأئمة عليهم السلام يمثلان المركز في كل الأزمنة والعصور رغم قسوة وعنف السلطات أنا ذاك وقد اتخذت نماذج من أحاديث الإمامين العسكريين الإمام علي الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري على ذلك أمثلة كثيرة المحور الأول أو المطلب الأول في البحث درست فيه جدلية المركز والهامش في خطابات العسكريين عليهم السلام وردت أحاديث كثيرة عند الإمامين العسكريين تشير إلى مركزية السلطة لأئمة أهل البيت عليهما السلام وتجلى ذلك عبر الإجابات التي كان يجيبان عليها من الأسئلة التي توجه إليهما في مختلف الأمور فمن ذلك ما سؤل به الإمام علي الهادي عليه السلام في نفي الجسم والصورة عن علي بن محمد عن محمد بن الفرج الرهجمي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب عليه السلام دعاً كحيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ما قال الهشامان وأنثل كثيرة تتردد في هذا المجال هذا يحيل إلى مسألة مهمة ألا وهي رجوعها أولاء الأشخاص كافة لسؤال الإمام علي الهادي عليه السلام مما ينبئ أن الناس يعلمون مسبقاً أن مركز الألم والسيطرة والسلطة لأئمة أهل البيت الذين هم امتداد شرعي للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمهيد للإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف هذا سبب كافي في عودتها أولاء الناس في أسئلتهم إلى أئمة أهل البيت في حلقاتهم الدينية والعلمية بدلاً من رجوعهم إلى صلاطينهم في تلك الفترات وأنا كتبت قلت أن عودتها أولاء الناس في كثير من الأسئلة على الرغم من قسوة وسيطرة السلطة أنا ذاك هذا يجعل هذه السلطة في الهامش على حساب المركز الذي تحتله أمام الناس وأمثل ذلك أيضاً أخذت أحاديث من الإمام الحسن العسكري عليه السلام في الرد على أهل الجبر والتفويض من ذلك ما أرسله إلى محمد بن الريان عن محمد بن الريان قال كتبت إلى العسكري عليه السلام جعلت في ذاك روية لنا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له من الدنيا إلا الخمس فأجابه الإمام عليه السلام إن الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي هنا عبر إجابة الإمام الحسن العسكري للسائل أن للرسول الأكرم له النصيب من الدنيا جوابه مثل ركيزة أساسية وموقفا مثيرا جعل المقابل في أضعف نقطة في الهامش عبر جوابه له أن الدنيا كلها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جعل السائل في قوقعة هواجسه وظنونه ليتضح جواب الإمام العسكري بغاية التمركز الدلالي في أن مركز الوجود والحياة هم للرسول ولآل بيته الكرام وأمثل كثيرا من خطابات الإمام العسكري في الإشارة إلى مركزية وشرعية أهل البيت هو سأله سائل قال له ما معنى من كنت مولاه فهذا علي مولاه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجابه الإمام الحسن العسكري أراد بذلك أن يجعله على من يعرف به حزب الله عند الفرقة وتتفاعل المشاهد المكثفة التي تستند عليها إجابات أهل البيت المدعمة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأكرم أما المحور الثاني فكان بعنوان تجليات المركز والهامش في خطابات الإمامين العسكريين وكان الأول بعنوان مركزية سلطة الإيحاء وتتمثل في خطاب الإمامين العسكريين عليهم السلام مركزية تكشف عن أهمية الاعتراف بالهوية الذاتية للإنسان المسلم التي تحاول السلطة عزل وتهميش ذلك الشخصية للحفاظ على مكانتها ووجودها وشرعيتها ومن ذلك ما كتبه الإمام الحسن العسكري إلى هارون بن مسلم قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام بعد مضي أبي الحسين عليه السلام أنا وجماع نسأله عن وصية أبيه فكتب قد فهمت ما ذكرتم وإن كنتم إلى هنا إلى هذا الوقت في شك فإنها المصيبة العظمى أنا وصيه وصاحبكم بعده بمشافهة من الماضي وهذه الأحاديث كلها تثبت سلطة الإيحاء في حديثهما عبر مركزية السلطة للأئمة عليهم السلام وشرعية وجودهم بعد أن صاغ الواقع السياسي تصوراته للآخرين بأن لهم المكان والسيادة تحت تأثير فرضيات وأنساق سياسية ومادية متنوعة المسألة الأخرى التي تطرقت لها عبر تجليات المركز والهامس لغة الشخصية المركزية المهمشة لقد أسميتها بهذا العنوان لأن لغة أهل البيت عليهم السلام تمثل لغة القرآن لغة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي اللغة التواصل والإقناع موصولة بطبيعة التواصل البشري ومدى القدر على التأثير في الطرف الآخر وقد جاءت خطابات أهل البيت عليهم السلام ذات لغة مركزية مقدسة تقائية فنشاهد من ذلك خطاب الإمام علي الهادي عليه السلام جاء بلغة واضحة عن أسئلة الناس التي تفد إليهم ولا تعرض على خلفائهم في ذلك الوقت في كثرة السؤال عن الفطرة كتابه إلى أيوب بن نوح لقد كثر السؤال عن الفطرة وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك وقبض ممن دفع لها وامسك عن من لم يدفع وهذه كلها إجابات من أئمة أهل البيت الإمامين العسكريين تثبت أن لهم الأولوية في السلطة والوجود والمركز أمثلة كثيرة ولكن لا يسع الوقت لها أقول في خاتمة هذا البحر مثلت دراسات المركز والهامش من الدراسات الأكاديمية الفاعلة في قراءة الخطابات الدينية لأئمة أهل البيت عليهم السلام إذ بيّنت هذه الدراسة نسق المغايرة بين ثنائية المركز والهامش في أحاديث الإمامين العسكريين وكشفت الدراسة عن موقع المركز للإمامين العسكريين الذين همشت وجودهما السلطة عبر الأجوبة التي كان يجيب بها الناس والتي تثبت شرعية مكانتهما برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكلت ثنائية المركز والهامش قضية محورية في أحاديث الإمامين العسكريين في الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين الإنسان ومركز الخلق والوجود وهو الله سبحانه وتعالى وليست المركزية للسلطة عملت الدراسة على تفكيه قيود العلاقة بين المركز والهامش انطلاقاً من المسلمات الفكرية والشرعية والدينية التي ثبتها الدين الإسلامي تحت كشف مضمرات النسق السلطوي المادي وبينة الدراسة كشف حيل الأنساق الثقافية والأقنع التي وظفتها السلطة أنذاك لإخفاء وتهميش الوجود الشرعي الحقيقي للأئمة عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً لجناب الأستاذ الدكتورة العلوية كريم المدني وإن ما يصطفيه الله ليكون إماماً ونظاماً للأمة لابد أن يكون مركزاً وما دونه هامش نفتح باب المداخلة والنقاش والسؤال لمن يرغب بذلك شكراً للدكتور وشكراً لأختنا الأستاذ على هذا البحث المهم والنوعي أريد أن أسأل عن الارتباط بين المركز والهامش وربط بالسلطة الشرعية وسلطة الخطاب من يتقدم على من الثاني العنوان البحث مركزية الخطاب فهل مركزية الخطاب جاءت من القدر الخطابية أنساق هذا الخطاب أم إنها ارتبطت بالسلطة الشرعية على اعتبار أن العنوان يتحدث عن مركزية الخطاب كل التوفيق شكرا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم خل نكمل المداخلات هو من تم ما نعود هل هناك مداخلة أخرى نعم سمعت السيد أحسنتم أفهم دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً الهامش عادة يعني في متداول الكتب الهامش قضية تذكر في هامش الكتاب مثلاً ذكرت أم لم تذكر لا يؤثر على أصل المطلب وإنما يؤتى بها لغرض مثلاً التوضيح أو إشارة إلى قضية هذا مسألة لإمامة من المسائل المهمة عبرت هذا التعبير على أنه هذا مركز فهذا بتحديد اصطلاحي ما هو معنى المركز بشكل اصطلاحي بشكل تعريف ولو تقريبي وما هو المراد من الهامش هذا أحب أن أستوضح من جنابكم شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم تطرقت إلى مصطلح إلى مصطلحين المركز والهامش في المدخل وذكرت مفهوم المركز في اللغة والإصطلاح وبكل وضوح وبكل تفصيل ثم ذكرت مفهوم المركز والهامش في الحقول المعرفية المتنوعة سواء في حقل الرياضيات أو الفلسفة أو السياسة والدين ثم الحقل الأدبي واستقر المصطلح أن المركز هي الثقافة المركزية لشخصية المتحدث بمعنى آخر أن ثقافة الخطاب تتبع ثقافة منتج الخطاب متى ما كان الخطاب ذات نسق ثقافي ديني متمكن يجذب أنظار المتلقين ويؤثر فيهم كانت مركزية لهذا الخطاب بعيدا عن كون المركز هو السلطة وهو التمكن بمقابل الهامش الذي يعني الضعف وعدم التأثير في الآخرين حقيقة المدخل تكون من عشرين صفحة تحدثت فيه عن مفهوم المركز والهامش في اللغة والإصطلاح وتنقل المفهوم عبر الحقول المعرفية المتنوعة ما أردته من هذا البحث أن خطابات أئمة أهل البيت عليهم السلام ووقع الإختيار على الإمامين العسكريين عليهم السلام أن خطابهما مثلا مركزية سواء من ناحية منتج الخطاب وهو مستمد شرعيا من إمامهما من الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم والإمام علي وقضية الأنساق الدينية الثقافية التي ابتنى عليها الخطاب هذا هو مركزية الخطاب فالمركزية الخطاب احتلت المركز نعم لماذا احتلت المركز احتلت المركز أولا بلحاظ منتج الخطاب من هو منتج الخطاب وباليحاظ النسق الثقافي الديني الشرعي الذي أنتج الخطاب قبال هذا المصطلح مصطلح المركز أو مركزية الخطاب عند الإمام قباله من يكون قباله مركز آخر أنا ذاك هو مركزية السلطة هل أصبح قبال أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام بقى مركز للسلطة قبال مركز أحاديث الأئمة والسائل يتسائل لمن الناس كانوا يعودون إلى أئمة أهل البيت في أسئلتهم الكثيرة دون الرجوع إلى السلطة عن ذاك إذن لمن المركز لمن الاعتقاد بشرعية الوجود لمن هذه أسئلة كلها تطرح تطرح ليكون الجواب عنها أن منتج الخطاب من وكيف أنتج الخطاب سيدنا اكتفيتم بالإجابة إن شاء الله نعم جناب الدكتور تسائل بسؤالين قال هل المركز والهامش والسلطة الشرعية وسلطة الخطاب من يتقدم على من نعم في الدراسات المعاصرة يمكن القول عبر القراءات الكثيرة أن منتج الخطاب هو من يؤسس مركز الخطاب منتج الخطاب كيف يؤسس مركز الخطاب متى ما كان الخطاب مؤثرا وجذب انتباه المتلقين وأثر في سلوكياتهم كان للخطاب مركز والدليل على ذلك أن خطاب المرجعية مثل مركزا كبيرا ومؤثرا لما لأنه من هو منتج الخطاب وكيف كان إنتاج الخطاب هذا هو أما أن فكرة المركز والهامش نعم أنا ركز على هذه القضية لأن أئمة أهل البيت عليه السلام كانوا يعانون بعض الشيء من التهنيش بسبب تعصف السلطان ذاك ولكن ما الذي جعلهم في المركز بسبب الخطابات خطابات المركز وهذه الخطابات هي أصبحت المركز لجميع الناس في سلوكياتهم وكان يعتمدون عليه في كثير من الأمور والدليل على ذلك أئمة أهل البيت في أحاديثهم كلها تثبت أن هم المركز عبر الإجابات التي كان يقتنع بها الناس وكان يعملون بها شكرا جزيلا شكرا جزيلا للباحث العراوي على ما تفضلت به نسأل الله أن يوفقها في بحوث أخرى حياكم الله